أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي أن المجلس يحمل كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى تصعيد الخطير للأحداث في قطاع غزة وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين وخلال جلسة عامة شدد رئيس مجلس النواب على خطورة الأوضاع بالمنطقة داعيا لتبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات كما أهب بالمجتمع الدولي للخروج من حالة الصمت المقزي وتبني إجراءات تحول دون ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فإن مجلس النواب المصري يحمل كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين ويهيب المجلس بالأطراف كافة أن تعي جيداً أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية ولا يوجد فيها طرفٌ هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلةٍ لحل الخلافات والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل الرهائن والسجناء وبدء مسيرةٍ تؤدي لقيام دولةٍ فلسطينية